ما زلت التنديدات الدولية بالتفجيرات التي ضربت سوريا تتوالى فقد عبرت الخارجية الروسية اليوم عن إدانتها الشديدة لما وصفته بالهجمات الإرهابية وأنقلت وكالات الأنباء العالمية عن مصادر غربية أن واشنطن وموسكو ستقدمان مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في سوريا في السابع والعشرين من هذا الشهر يستثني عصابتين داعش وجبهة النصر الإرهابيتين التفجيرات وجهود السلام في سوريا مع أحمد العيمي الحديث عن توصل قطبي العالم إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بسوريا في إطار هدنة يمكن أن تبدأ بعد أيام لم يمنع وطيرة العنف من التصاعد المستمر حيث حصدت التفجيرات التي ضربت حي الزهراء في حمص والسيدة زينب في ريف دمشق وتبنتها عصابة داعش الإرهابية مائة وخمسين قتيلا على الأقل من بينهم تسعة وخمسون في حمص وستة وتسعون في ريف دمشق وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي اعتبرها الحصيلة الأعلى منذ بداية النزاع في سوريا وجاءت تفجيرات السيدة زينب التي وقعت على بعد أربعمائة متر من ضريح السيدة زينب بعد ساعات على تفجيرين بسيارتين مفخختين في مدينة حمص على الصعيد السياسي تبحث الهيئة العليا للتفاوض المنبثقة عن فصائل في المعارضة السورية اليوم في الرياض تفاصيل مقترحات وقف إطلاق النار في البلاد وبدء تنفيذ هدنة إنسانية ويعقد الاجتماع قبل انطلاق جولة ثانية من المفاوضات مقررة مع وفد الحكومة السورية في جينيف يوم الخميس المقبل برعاية دولية وفي سياق ذلك قال رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية رياض حجاب إنه جرى نقاش بين أعضاء الهيئة بشأن الهدنة المحتملة مع الحكومة السورية والمفاوضات القادمة وكانت الهيئة أعلنت موافقتها على هدنة شرط الحصول على ضمانات دولية بوقف العمليات العسكرية الروسية في سوريا وأجددت المعارضة تأكيدها على أن الهدنة في سوريا مرهونة بالتزام النظام وروسيا بوقف القصف لافتة إلى ضرورة أن تضغط موسكو على إيران والميليشيات التابعة للنظام لوقف هجماتها الوضع الميداني في سوريا يأخذ منحا تصعيديا إذن بالتوازي مع تواتر الحديث عن اتفاق لوقف العنف فهل سيكتب للعنف أن يتوقف؟